تأتي تلك المواقف في الوقت الذي عقد فيه قادة الجيش والمخابرات التركية اجتماعا ميدانيا للتباحث حول تطوراته في شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية السورية الاجتماع ضم وزير الدفاع خلوصي اكار ورئيس الاركان يشار غولر وقائد القوات البرية اوميت دوندار ورئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان وبحسب مصادر رسمية فان الاجتماع ناقش جهود الحفاظ على وقف اطلاق النار بمحافظة ادلب سوريا في ضوء اتفاق سوتي بين تركيا وروسيا اكار كان قد وصل امس في زيارة مفاجئة للقوات التركية المتمركزة على الحدود السورية في اطال تحضيرات لعملية عسكرية تركية شرق نهر الفرات